بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على حبيبنا محمد وعليه الصحب السلام غربة الدين بغياب العلماء والدين من واقع المسلمين فبقاء الدين مرهون ببقاء من يدعو له والدعاة إلى الله تعالى ملح الأمة فإن غابوا فسدت الأمة فسادا عظيما وأنتم ترون ذلك بصداق ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عبد العاص قال عليه الصلاة والسلام من علامة الساحة أن يرفع العلم رفع العلم ليس معناه أن الله ينتزعه من صدور العلماء ولكن يرفع العلم بموت العلماء فكلما مات عالم لا يجد من يعوضه فيدفن ويدفن ما معه من علم حتى إذا خلت الساحة من الدعاة والعلماء احتاج الناس بفطرتهم إلى من يدلهم ويرشدهم فسألوا رؤوسا جهالا في أمور الدين فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا إنه ظلام الجهل إنها سكرة الجهل وحب الدنيا وهكذا أظلمت إلا ما رحم ربك كل أقطار الكون بسبب غياب الدعوة إلى الله فهو زمن الغربة الذي ذكره رسول الله فطوبى للغربة ما هي إن شاء الله تعالى مناسبة هذه الكلمة هو هذا الخبر الحزين بمدينة وجدة الذي ذاع صيطه ووصل إلى كل الناس إنه موت العالم والداعية سيدي خليل الممني رحمه الله في هذا اليوم سائلين الله تعالى إن يتغمده برحمته من لم يعرف الحاج خليل الممني أجلي بهذه الكلمات بحكم احتكاك به منذ الثمانينات حينما جئت إلى مدينة وجدة في سنة 1980 كنت حديث عهد بالتزام وكنت أسمع أن ثمة عالم في هذه المدينة يقصده الشباب وخاصة في خطب الجمعة ولم أحظى بشرف الاستماع إليه في مسجد السنة في بداية الثمانينات لكنني تداركت الأمر وصرت من المتابعين الملتزمين بدروسه التي كان يلقيها بين العشاءين بمسجد حمز بن عبد المطلب وأنت لا تعرف كيف كان لها تلك الدروس الوقعة والأثر الطيب على الشباب خاصة لأن شباب مدينة وجدة أيام الصحوة كانوا يؤمون وجوههم كلهم تقريبا إلى الحاجخ للممني لما عرف عنه من جرأة ووضوح في الطرح ويسر في تبليغ الرسالة وذلك جعله إن شاء الله تبارك وتعالى يحظى بقبول الشباب قبولا طيبا مباركا ثم صرت مغرما بالحضور إلى خطبه خاصة حينما انتقل إلى مسجد بدر بطريق سديحيا فلا تسل بعد ذلك عن عدد الشباب الذين يبكرون إلى المسجد فيمتلئهم بالسماعات الأولى حتى تمتلئ الأماكن المجاورة ويصلون إلى الطريق فكانت الجمعة هي يوم عيد أنا لم أعيش الجمعة عيدا إلا مع الحاجخ للممني لكثرة تهافت الشباب وتربق في أعينهم بريق محبة الدين كل ذلك كان يدور حول محور هذا الدعية كيف أن الله تعالى كتب له القبول فسرنا على ذلك الطريق وكنا من أوائل من يحضر إلى مسجد بدر وأنتم تعرفون أن مسجد بدر قريب من الجامعة وفي الثمانينات فتحت الجامعة سنة 1979-80 أول موسم فكانت طلبة الذين يدرسون بالجامعة والذين يأتون من كل مناطق المغرب خاصة الشمال والشرق كانوا يحضرون إلى خطبه وكانت خطب حماسية تتحدث عن واقع الشباب يطرح فيها كثير من المواضيع التي تهم الشباب والحمد لله قد جمعت في كتاب سمية الخطب البدرية ويمكن للناس جميعاً أن يطلعوا على هذا الكتاب ليعرفوا في ذلك الوقت ما هي المواضع التي كان يطرحها فقيدنا رحمه الله فلما كثر الناس وصار الذين يحجون إلى مسجد بدر بالآلاف والمئات إذا لم أكن مبالغاً صارت الأصوات ترتفع خاصة من بين بعض الشباب المتحمسين وكانوا يحدثون بعض الضجيش خاصة عند بعض القضايا التي كانت تهم الشباب في ذلك الوقت إلى درجة أن أحدهم قال له اتق الله يا إمام اتق الله يا إمام وحدث صراخ فاضطرت الدولة إلى أن توقفه تم توقيفه من قبل وزارة الأوقاف وكم كان الحزن عميقاً عند الشباب الشباب الذين كانوا يأمون وجوههم يوم الجمعة إلى مسجد بدر تشتتوا ولم يعود يجمعهم جامعة فأحسوا بفراغ كبير لكن كانوا يمنون النفس أن يتم إعادة النظر في هذا القرار وإرجاعه لكن كم كان الحزن مضاعفاً حينما جاءنا الخبر ليصدم أسماعنا أن الحاج خليل هاجر إلى هولندا وبمدينة روتردام بمسجد النصر صار يعطي خطبة وكان لخطبه أيضاً آثار طيبة على روتردام وعلى هولندا وتتبعنا إن شاء لتبوجوده بتلك الأرض والدعوة التي قام بها ثم تتبعنا أيضاً المحنة التي أصابت بهولندا حينما أدل لصحيفة أو إذاعة رأي الإسلام حول الشواذ وقامت قيامة هولندا ولم تقعد فقدم للمحاكمة والحمد لله برأته المحكمة كل هذا كنا نتبعه من بعيد ونتابعه من بعيد فلما انتهت مهمته بهولندا توجه إلى مدريد إلى المركز الإسلامي بمدريد حيث كان إماماً وخطيباً بهذا المركز الكبير فلما قضى هنالك سنتين على ما أذكر رجع إلى المغرب والتقينا معه من جديد والشوق كان يحذونا للقائه دائماً وكنا نتتبع أخباره من بعيد ثم سألته في مناسبة من المناسبات بعد عولته أولا يمكن أن نراك مجدداً على منابر مساجد وجدة فقال هذا الأمر غير ممكن ولكن الله تعالى فتح له في آخر لقاء التقيته في إحدى مناسبات العقيقة لأحد إخواننا سألته إن شاء الله تعالى أما إذا كنا نستطيع أن نراك في المستقبل على منابر مساجد وجدة فقال هذا ليس ممكن إلا أن الله تعالى فتح فتحاً آخر وهو أن المجلس العلمي لمدينة طنجة سمح لي بأن أعطي الدروس في كل مساجد مدينة طنجة ولقد قضيت هناك شهر رمضان أعطي الدروس في مساجد كثيرة اختارتهم المجلس العلمي لمدينة طنجة هذا هو شيخنا خليل الممني رحمة الله عليه رحمة واسعة أسأل الله تعالى أن يعوضنا فيه خيراً وبهذه المناسبة نرفع أكفة الضراع إلى الباري تعالى أن يتغمده في رحمته وأن يحشره مع سيد الدعاة رسول الله وأصحابه الكرام وأن يبيح له المنازل العلا وتعازي الحارة أبرقها إلى عائلته الصغيرة بمدينة وجدة وإلى جميع محبيه وتلامذته في المغرب وأوروبا وفي كل مكان وصل الله وسلم على حبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين